آخر إعلان لرئيس الحكومة المكلفة السيد الحبيب الجملي أكد فيه أن تركيبة الحكومة أصبحت جاهزة وبأنه ينتظر ربما تحديد موعد للالتقاء برئيس الجمهورية وإطلاعه على كل التركيبة ومن ثم يقع الإعلان للعموم رئيس الجمهورية يجب أن يكون أول شخصية تطلع على تركيبة الحكومة الجديدة قبل إعلان ذلك للرأي العام وهذه الترتيبات ربما يجري العمل على إجرائها ربما غدا صباحا يقع ربما عقد لقاء بين رئيس الحكومة المكلفة ورئيس الجمهورية ومن ثم يشرى البرلمان في تحديد موعد للجلسة نعتقد أنها ستكون جلسة منح الثقة في أقرب الأجال قد تكون الجمعة أو السبت يعني مسألة الحسم في الحكومة القادمة ربما هو امتحان ستمر إليه تونس قبل موفى هذا الأسبوع أقول امتحان لأن كواليس السياسة هنا في تونس ستحدث عن الحزب الذي كلف السيد الحبيب الجملي هناك أصوات عديدة داخل هذا الحزب غير راضية على تركيبة الحكومة وغير راضية أصلا عن فكرة حكومة كفاءات نتحدث عن أصوات وازنة داخل حركة النهضة منها من رأى بأن الذهاب إلى حكومة كفاءات وطنية يفرغ مفهوم الانتخابات والاحتكام إلى رأي الشعب من مضمونه وهناك نأب ناجي جمال اعتبر بأن الذهاب إلى ربما تعديل القانون الانتخابي وإعادة الانتخابات التشريعية برمتها أفضل من الذهاب إلى حكومة تكنقراط من هنا نتحدث عن أن الموقف داخل حركة النهضة غير متجانس غير متناسق ونتساءل ربما إن كانت الكتلة النيابية لحركة النهضة ستصوت ككتلة واحدة لمنح ثقة إلى حكومة الحبيب الجملي من عدمه إن لم تذهب حكومة كتلة حركة النهضة بشكل متجانس متناسق ربما ستفشل هذه الصورة عملية التمهيد لما يدعى بلوبي كواليس مجلس النواب لتمرير امتحان الثقة للحكومة كل التوقعات السابقة كانت تشير بأن النهضة ستقترب من حزب قلب تونس وكتلتي الإصلاح واتلاف الكرامة لجمع الأصوات الحكومة حتى تنال الثقة تحتاج إلى 109 أصوات وهذا العدد يتجاوز كتلتي النهضة وقلب تونس نتوقع ربما امتحان الثقة النتائج غير محسومة سلفا ولابد من العمل خلال الساعات القادمة على تقريب المواقف وضمان حظوظ المرور لهذه الحكومة كل هذا ربما يجري في ظل تمديد حالة الطوارئ التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد وهو لم يكن من مؤيديها بالأصل لكن لمقتضيات الأمن كما قال تم تمديد حالة الطوارئ ما هي مقتضيات الأمن التي تحدث عنها ماذا يجري في تونس وكيف هو الواقع حاليا مع هذا التمديد نعم قبل أن أمر إلى مسألة الطوارئ في خلاصة موجزة دعنا نتحدث أولا أن هذه الحكومة إن لم يقع المصادقة عليها سيقع التمديد في أجال العمل لحكومة تصريف العمال نحن الآن نعيش وضع اقتصادي دقيق نعيش حالة ارتخاء في آداء المؤسسات ونتحدث عن حكومة مرتقبة ستواجه ثغرة في موازنة الدولة تقدر بـ 12 مليار دينار ما يناهز 4.5 مليار دولار هذه الحكومة لا تعلم من أين ستؤمنها وإن خرجت إلى الأسواق المالية الغارجية سيكون ذلك بنسبة فائدة مرتفعة بالنسبة إلى تمديد في حالة الطوارئ التي أقرتها رئاسة الجمهورية هي من الناحية تقرأ كإجراء روتيني يعني يقع تجديده منذ أحداث الثورة إلى حد اليوم ولكن من جهة أخرى حينما نتحدث عن تعزيزات عسكرية في الجنوب تحسبا لأي طارئ يقع في ليبيا هو إجراء ربما تم اتخاذه لاستقراء ربما تطورات الوضع الليبي في الأيام القادمة في حالة توجس للدول الإقليم كلها تتوقع ربما يعني مزيد تعقد الأوضاع إن تقدمت قوات حفتر باتجاه التوغل داخل ترابولس لهجة رئيس الجمهورية بعدما تحدث عن حالة الطوارئ وجه رسائل إلى الداخل وإلى الخارج بأن تونس تجاه الأزمة الليبية تقف على حياد هو استقبل الكل وعلى استعداد ليكون طرفا في حوار وجلوس الجميع على الطاولة ومحاولة البحث عن حل بين الأفريقاء الليبيين ودون تدخل لبيات خارجية أو محاولة خارجية غايتها مزيد تأجيج أصراع وهيمنة على الثروات الليبية أكثر من حل الأزمة